السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم جهوات سهلين وخفافين اول حاجة هي شلدة ديال لفوكا بالكخوفات وثاني حاجة صدور ديال الدجاج مقليين سوف نضع على بركة الله في تحضير لصلاة ديالنا سوف نحتاج حبة ديال لفوكا كاملة نصف ليمونة كمية ديال كيتشاب وكمية من المايوناز والقليل من القرقع والقمرون او الكوفات اللي عندي مسلق في الماء وشوية ديال الملح واحد الإناء اللي غدي نخلطو فيه المقادر اول حاجة غدي نقطعو لفوكا قطع في حال هيدا مربعين غدي نعصر عليهم نصف ليمونة مزيان الليمون غدي يحفظ لفوكا ما يتبدلش اللون دياله داغية ومن بعد غدي نضيف عليها القرقع غدي نضيف القرقع غدي نضيف القرقع اللي عندي مهرس قطع صغارين غدي نضيف القمرون غدي نحتفظ بعض الحبات للتزيين هاتش لاذا سهلة وكن حضروها يعني حتى كنقربون يعني نكلوها يعني أحسن وصاب في كنمزجو المكونات اللي وضعنا في الإناء كاملين ودبا غادي نخلطو الكيتشاب والمايونيز غادي نعملو واحد كمية ديال الكيتشاب اللي بغينا لحسب الرغبة كاللي كيعجبوه تكون صالصة كتيرا في الشرادة كاللي كيعجبوه تكون قليلة وغادي نضيف عليها كمية ديال المايونيز وغادي نمزجوهم مزيان مع بعضياتهم وغادي نضيف لهم شوية ديال الفلفل أسود اللي بزار غادي نمزجو الخاليط مزيان وغادي نضيفو على لفوكا والقمرون اللي كانوا عندي في الإناء وها هي الشلطة ديالنا واجدها وكن نقدموها في الطبق ما تزين طبعا الاختيار ديالنا نقدموها مع أي حاجة بغينا مع الخز مع فواكه متل الكيوي أو لأي فواكه بغينا أنا قدمتها مع الكيوي والمانغو طبعا تزينو والتقديم كيبقى اختياري لكل واحد شنو كيعجبوه وده بغادي ننزج مزيان السالسة اللي وجدت ديال مايونازو الكيتشاب مع لفوكا كان نمزج حتى كيتغطاوا الحبات ديال لفوكا كاملين كان نمزجوهم زيان وكن نقدموهم أنا قدمتهم على هاد الطريقة زينتهم بحبات ديال القرقاء وبديك الحبات ديال القمرون وحبات واحد الحبة ديال الكيوي قطعتهم دوائر وقطع ديال المانغو وشوية ديال خاص وطبعا تزين كل واحد وبذوق دياله وده بان شاء الله غادي ندوزو الشرائح ديال الدجاج عندي هنا يا قطع او شرائح ديال السدر ديال الدجاج منقطعين على هاد الشكل هذا عندي هنا يا القصبر او الكوزبارة مقطع ناعم هنا يا عندي ثوم عود مفروم او لمقطع عندي نصف ليمونة ملعقة صغيرة ديال الخل عندي بوهارات هنا يا شوية ديال الملح شوية ديال فلفل اسود الكوركم زنجبيل والبابريكا او للفلفل حمر محلو عندي حباتين ديال البيض ولا شابلوغ او للبقصومات اللي غادي نقاف اخر مرحلة ودابا غادي نبدو نعملو تتبيلة ديال السدر ديال الدجاج ديالنا غادي نوضع التوم القصبر ونضع التوابل اللي قلنا كاملين هذه التسبيلة قد اعطي واحد المداق لديل ديال الدجاج غادي نعصر عليهم الليمون الحامض يعني الليمون لحسب كمية ديال الدجاج اللي عندنا وغادي نضيف دابا الملعقة ديال الخل كيفما لاحظتون عملت كمية قليلة ديال الملح الملح كانت كمية قليلة حيث الليمون والخل كي يزيدلو منو لحال الدجاج ماحتاج شي زمان عملو ملح كتير كما شفتم معلقة كانت صغيرة ديال الخل وغادي نخلطو التسبيلة في الدجاج كندخلو هذيك دجاج اللي عندنا كامل وهذي التسبيلة كتبقى جوج تسويع فما فوق حتى كتدخول مزيان في صدر ديال الدجاج اللي عندنا وغادي نخلوها غادي نغطي على الإناء ديالنا ونخلوه كيفما قلت لكم جوج تسويع فما فوق والأحسن باش كتدخول تسبيلة مزيان في الدجاج تسبيلة ديالنا هيدا وفي نصف الوقت من دازور ريتالكم كيفاش كتكون وغاية حبيتين ديال البيض ولوشاب لوغة في الآخر دابا من بعد ما دازت جوج تسويع نخلطو الحبيتين ديال البيض غادي نخلطوهم مزيان أنا غادي نسهل علي العملية غادي نعمل البيض فوق الإناء اللي فيه الدجاج غادي نخوي عليها البيض مرة واحدة ونخلطه لكي يدخل البيض في القطاع للدجاج كاملين وفي هذه الأثناء أنا كنعمل هذه العملية عندي واحد المقلات فوق النار فيها زيت يعني الزيت للقلي يعني يكون كمية لا بأس بها كنا عملت سخون وانا كدين غنوجد قطاع ديال الدجاج ديالي غادي نبقى ننهز قطاع ديال الدجاج وندوهزهم في لاشا بلغ مزيان تأكد انهم تغطون مزيان في لاشا بلغ نعمل واحد الكيمية ونبعض غادي ننخلها كما كتشوفو كان نتبت عليها لاشا بلغ مزيان لابد بعد نحاول 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 ديال التكوع الزيادة لليكتبخها بش مازلت تحرق شي الزيتهم لينقد نكونو كنقلو سأضع لهذه العملية لحيط لنكمل القطاع ديال الدجاج ديالي كاملين وغادي نبندها نقلي طبعا نقليف على ناربط وسطا وما كياخدوش وقت تغل في القلي حيث شرائح دي للدجاجر قاقين من بعد ما كملتم ده بعد نضعو في المقلات اللي كانت فيها الزيت ساخنة لهذا الشكل هذا وصفي كان خليهم يتحمروا على واحد الجهة ومبعد كان قلبهم على جهة اخرى يتحمروا ومبعد كانوا نضعو في شي على ورقنا الشاف باش ينقسم منهم ذاك الزيت اللي خدوا غادي نقطع معاكم واحد وغادي تشوفوا كيفاش تقطع بسهولة كيجوا فتييا وكيجوا لدادين وهاهو ما قطاع دي للدجاج دي النم بعد ما وجدوا هاتجج الوصفات اللي وجدت معاكم السهلين ما قياخدوشي وقت طويل يعني نقدروا نوجدوهم ضغية ويعني لكونا عكزاني ما فينا منطيبوا حتى شي حاجة هدو أسهل حاجة نعملوهم وانتمنى يعجبكم هاد الفيديو وما تنسيروا تخليوا لي اللايك وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة